السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إذا يقوم يا جماعة عملين إيه يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة أنا وسعادة دايما يا رب فيديو النهاردة فيديو مهم جدا وعالي جدا في القيمة وهذا الفيديو بفضل الله سيتحدث عن سورة الخيرات والمعجزات سورة الرزق الكثير جدا اللي هتعود عليك بالنفع وهتعود عليك بالفائدة الكثيرة بفضل الله وهذه السورة بفضل الله موضحها عن ليلة عظيمة مبارقة وهي ليلة القدر هذه الليلة العظيمة الليلة اللي بتقضى فيها الحاجات وبتحقق فيها الأمنيات وبتسهل فيها الصعام والمفاجأة يا جماعة للفائدة اللي نتكلم علىها النهاردة فوائدها كثيرة جدا فوق ما تتوقعوا طبعا في البداية قبل ما نتكلم في التفاصيل محتاجة أقول لكم إيه معنى ليلة القدر يعني إيه معنى كلمة القدر طبعا معنى كلمة القدر هنا تحدث عنها العلماء وقالوا إيه معنى كلمة القدر لها اختلافات ففي ناس قالوا القدر بمعنى مكانة يعني فلان عنده قدر يعني عنده مكانة معينة قدرك إيه يعني أنت عندك مكانة وقيل إيه بمعنى الحكم والقضاء زي القدر كده طب يا عبدالله لو أنا رددت هذه السورة العظيمة بالطريقة اللي انت هتقولها عشر الأواخر من رمضان إيه الفوائد والسمرات يا عبدالله اللي هتعود علي بالزبط لو أنا طبقت الفايدة وقرأت هذه السورة زي ما انت هتقولها والله يا جماعة الفوائد والسمرات اللي هتقع عليك لو انت طبقت هذه الفايدة بأذية الطريقة الفوائد والسمرات اللي هتعود عليك كثيرة جدا فوما تتوقع فمن الفوائد بإذن الله اللي هتعود عليك لو طبقت هذه الفايدة بأذية الطريقة مثلا غفران الزنوب يعني بإذن الله لو كان عليك زنوب مثل الجبال جزال كل هذه الزنوب وخلي بالكم يا جماعة غفران الزنوب ده بيساوي تيسير الأمور وقضاء الحاجات وتسهيل الصعاب لأن أنت مدام زنوبك تغتفر ده معنى أن كل حاجاتك بإذن الله تقضى وكل أمنياتك تقضى الفوائد القوية جداً لا تعود عليك برضو لو أنت قرأت هذه الصورة العظيمة بهذه الطريقة هي قضاء الحاجات وتحقيق الأمنيات إلى الأيام بفضل الله ودي عن تجربة لو أنت قرأت صورة القدر بهذه الطريقة في العشر الأخر من غنظم بيقين وتدبر لو أنت كان عندك حاجة أو كان عندك أمنية أو كان عندك شيء تريد أن يحققه الله لك بإذن الله سيحقق الله تعالى لك هذا الأمر في لمح البصر وأنا بقول هذا الكلام ثقة في الله عز وجل وأي حد عنده ثقة في الله وقرب فوائد وهو عنده ثقة في الله هيعرف الكلام اللي أنا بقوله وهيعرف أن الحاجات والأمنيات بتقضى باليقين أولاً ثم التدبر وفعل الفوائد القرآنية طبعاً كل شيء أولاً وآخراً بأمر الله فإذا من الفوائد التي تقع عليك القوية جداً لو أنت ضبقت هذه الفائدة بأذين طريقة هي قضاء الحاجات وهذه السورة يا جماعة رؤية وقيلة عن بعض الصالحين وطبعاً إنت لو بحثتها هتلاقي فيه روايات كاسبة جداً روايات كاسبة جداً عن الصالحين عن فضل هذه السورة وفضل قراءاتها في العشر الأوакر من رمضان فهذه السورة يا جماعة كان يعني في بعض الصالحين قالوا عنها أنها بتحقق المستحيل وأنها بتصنع المعجزات وأنها بتسهل الصعب وأنها بتيسر كل أمر صعب يعني إيه؟ يعني طبعا يا جماعة ساعد بنواجه بعض الأزمات والمشاكل ساعد بنواجه بعض العقبات أنا ببقى شخص مثلا فقير أنا ببقى شخص بعاني من أزمة مالية أنا ببقى شخص بعاني من أزمة ما سواء أي كان هذه الأزمة وده بيسبب لي حزن وبيسبب لي إحباط الفايدة بقى بتاعة النهاردة والصورة العظيمة اللي هنقولها النهاردة بتفيد في تكسر حواجز الصعوبات وطبعا في فوايد وصمرات كتبة جدا في هذه الصورة طبعا أنت هتشوفها بعد ما تطبق الفايدة والمفاجأة أن الفايدة دي أنت بتنفذها في أي ليلة من عشر أواخر من رمضان يعني بتطبقها بس في يوم واحد فاختر أي ليلة من العشر أواخر من رمضان اختر أي يوم من الأيام فطبعا يا حباب قلبي هبدأ على طول في ذكر الفايدة والتفاصيل وتعمله الفايدة دي إزاي بس قبل ما أبدأ في ذكر التفاصيل أتمنى لو كنت جديد معاه في القناة تشارفني ونشارك في القناة ولو انت معاه قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتدعيه لدعوة حلوة كده بالتوفيق وعشان ما تقولش عليكم يا أحبابي هدى على طول فيزيك التفاصيل والفائدة طبعا هتختار أي يوم من أيام العش الأواخر من شهر رمضان المبارك أي يوم من الأيام شئت هأتي في جو في الليل ويشترط في هذه الفائدة جو في الليل مهم جدا هتيجي في جو في الليل وهتبقى جالس ومتوجهة للقبلة حيث الحصول على صمرات وفواد هذه الصورة والنية مهمة جدا يعني قبل ما تبدأ في فعل الفائدة يبقى عندك النية أننا يا رب هعمل الفائدة دي عشان أحصل على الصمرات والفوائد وعشان يا رب تكرمني وتوفقني هتيجي في جو في الليل اللي زي ما قلت لكم والفائدة اللي زي ما قلت لكم بتعمل فيهم واحد بس وطبعا هتبقى متوجهة للقبلة وأول حاجة هتعملها بفضل الله هتقوم بقراءة البسملة 286 مرة هتقول البسملة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم هتقول البسملة 286 مرة بعد ذلك هنجل الخطوة الثانية في الفائدة وهي بفضل الله تقرأ صورة الفاتحة 3 مرات بالعدد دي الخطوة التانية في فعل الفائدة هتقوم بقراءة صورة الفاتحة 3 مرات بالعدد بعد ذلك هنجل 3 خطوة في هذه الفائدة العظيمة وهي أن احنا هنقرأ صورة القدر 15 مرة بالعدد والقراءة في صورة القدر يبقى صوتك مسموع لنفسك وتستشعر المعاني وانت بتقرأ تمام يا جماعة بعد ذلك هنيجي الاخر خطوة في الفائدة خالص وهي ان انت هتقولي الذكر العظيم ده يا مغيس اغسني يا مغيس اغسني يا مغيس اغسني هتقولون بفضل الله هذا الذكر العظيم المعجزة سلاسة مرات بالعدد بفضل الله انا مش هتكلم كتير بس بفضل الله لو انت طبقت هذه الفائدة بهذه الكيفية اوعدك ان شاء الله ان انت لن يمر عليك هذا الشهر الكريم الا وهتلاقى الله تعالى رزقك من حيث لا تحتسب واعطاك اكثر مما تتمنى وهتلاقى فوائد وصمرات ممكن تبكي كتر الفوائد والصمرات اللي انت هتشوفها بإذن الله لو طبقت هذه الفائدة بهذه الكيفية فاتمنى تغربوا الفائدة دي والله يا جماعة نافعة وقوية جدا فوق ما تتوقعوا وبكده يكون الفيديو خلص اسأل الله ان يوفقكم احبابي يا رب ويحقق لكم كل امانية احناكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته